وزارة الداخلية التركية ستقوم بدراسة إمكانية منح السوريين حق المواطنة التركية عبر مكاتب تابعة لها أثارت تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول إعداد مشروع يمنح الجنسية التركية للراغبين من اللاجئين السوريين أثار ردود فعل متفاوتة من قبل سوريين وأتراك على مواقع التواصل الاجتماعي عدد كبير من السوريين في تركيا رحب بتصريحات أردوغان واعتبرها خطوة متقدمة تصب في صالح السوريين فيما شكك آخرون بإمكانية منح السوريين الجنسية التركية وذلك لأسباب قالوا إنها تتعلق بعقبات لا تزال تحد من اندماج السوريين في المجتمع وتضيق من حركة تنقلهم بين الولايات التركية تصريح أردوغان لاقى ردات فعل تركية متفاوتة أيضا حيث أطلق أتراك على وسائل التواصل الاجتماعي هاشتاغ معناه بالعربية لا أريد سوريا في بلدي تصدر في حينه جميع الهاشتاغات في تركيا على موقع تويتر هذا الهاشتاغ رد عليه ناشطون أتراك بحملة مضادة داعمة للسوريين في تركيا من خلال هاشتاغ حمل عنوانا معناه بالعربية هل ماتت الإنسانية حيث تضمن صورا وعبارات تحدثت عن معاناة السوريين وحاجتهم للأمان في تركيا وما لبثت هذه الحملة حتى تصدرت قائمة الهاشتاغات في تركيا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وحول الجنسية التركية وإمكانية منحها للسوريين في تركيا نشرت صحف تركية اليوم ما قيل إنها شروطا لمنح السوريين الجنسية وتضمنت تلك الشروط أن يتبع السوريون في تركيا برامج اندماج في المجتمع التركي وأن يحققوا تواؤما مع النظام العام في تركيا كما نصت أن يكون السوريون قادرين على التكلم باللغة التركية بشكل كاف إضافة لامتلاك اللاجئ السوري الراغبي بالحصول على الجنسية التركية لسجل عدلي نظيف دون أن يمتلك سجلا جنائيا